السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الخامس بنستكمل دروسنا خلاص باقي على نهاية المنهج يعني حوالي ثلاث دروس إن شاء الله آآ نستمر في نفس الدفعية ونفس الاهتمام عشان الدروس ديت يعني معانا في السنوات القادمة نستفيد منها بإذن الله اختبار منتصف الفصل صفحة 202 بنراجع على المهارات المهمة اللي احنا خدناها في الفصل الأخير هذا ونبدأ بالسؤال اللي هو رقم واحد أو جي المحيط كل مضلع مما ياتي اتفقنا يا أحبابي إن المحيط هو طول الخط الخارجي ومحيط المضلع هو مجموعة طوال أضلاع يعني المضلع الأول هذا مربع أضلاع كلها متسوية فبنجمع الأضلاع كلها خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة يسوي ايه 20 وقلنا احنا بطريقة تانية إن محيط المربع طول الضلع في أربعة طول الضلع في أربعة طول الضلع اللي هو خمسة في أربعة لإنه هما أربعة ضعي بخمسة أربعة أربعة بيسوي ايه 20 سنتيمتر هذا محيط المربع المستطيل بنفس الطريقة هو مجموعة أطوال أضلاعة يعني هذا الضلاء 18 المقابل له 18 هذا 10 المقابل له 10 بنجمع كل الأطوال 18 زائد 10 زائد 18 زائد 10 تجمعهم كلهم وقلنا في طريقة تانية القانوني الموجود في الكتاب أيضا أن محيط المستطيل الطول زائد العرض كله ده مضروف في كهام في 2 لأن الطول والعرض هذا الطول والعرض يمتدبلين مرتين يبقى 18 زائد 10 28 نرجع نضرب 28 في 2 2 ضرب 28 نضرب 2 2 في 8 ب 16 6 وفي اليد 1 و2 ضرب 2 وكان معي 1 يبقى كهام 5 يعني 56 سنتيمتر سعر رقم 3 بيقول إذا أردنا أو أراد ترنيا زراعة أزهار حول مثلث أو حول حوض مثلث الشكل يعني عنده حوض على شكله مثلث وكانت أبعادة يعني أطوالة 1 متر و2 متر و3 متر فما محيطة محيط المثلث مجموعة أطوال أضلع يعني هنجمع الواحد وال2 وال3 يسوي 6 متر 6 متر طيب ما في في الاختيارات 6 متر هو أحولها كل الاختيارات بالسنتي طيب 6 متر كم يسوي من سنتي 6 متر إحنا واخدين التحويل إن المتر فيه 100 سنتي ومن الكبير للصغير نضرب يبقى نضرب 6 في 100 يبقى تسوي 600 600 سنتي متر اللي هو الاختياري رقم دال سؤال الرقم 4 مهم ما محيط حضيرة حصان مربعة الشكل يعني زي الشكل اللي فوق عندنا ده ده مربعة بس طول الضلعة 4 متر إحنا اتفاجنا إنه محيط المربع طول الضل طول الضلع فيه 4 طول الضلع طول الضلع لما نضربه فيه 4 يساوي 16 متر إبقى المحيط 16 متر قدر المساحة أو أوجد مساحة الأشكال هذه إحنا قدرنا المساحة بنعد المربعات الداخلية لو بدأنا بالشكل الأول بنعد المربعات الكاملة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ست مربعات كاملين وعندي هذا نصف وهذا نصف يصير واحد إبقى ده 7 مربعات وفيه نصف تحت إبقى سبعة ونصف سبعة ونصف وحدة مربعة تمام؟ وهذا رقم دقيق يعني سبعة ونصف تماما أما الشكل اللي جنبه هنعطي مساحة تقريبية أيضا بنفس الطريقة بنعد المربعات الكاملة واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة مربعات كاملين خلينا فاكرين تسعة ونعد القطع باقي وبعدين نجسم على اثنين هذه قطعة وجنبها قطعة اثنين تلاتة أربعة خمسة وهذه أيضا قطعة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداش ماشي حداشر قطعة لو احنا خلناها بالتقريب عشر قطع عادي عشر قطع لو قسمناهم على اثنين يساوي كام خمسة يعني العشر قطع يعني خمسة مربعات احنا اتفقنا دي قيمة تقديرية يعني تزيد شوية أو تقلي شوية تسعة مربعات وخمس مربعات يعني يساوي أربعة احدة مربع يبه هذا مسحت صفحة او الجزء المقابل انا هنطرك السؤال ده واجب وحناخد السؤال اللي بعد مساحة او للمساحة كل مستطيل ومربع هنحنحل السؤال رقم ايضا 8 ورقم 10 ونطرك الباقي اللي كم واجب رقم 8 او 10 سواء هو مستطيل او مربع بنضرب ضلعين متجاورين المساحة شباب بنضرب ضلعين متجاورين الضلعين اللي جنب بعض يعني هنا ده بنسميه طول وده بنسميه عرض وهنا الضلع والطول العرض متسويين هذا مربع الضلع في نفسه 3 في نفسها في 3 يسوي 9 سنتيمتر مربع وفي المستطيل بنسميه طول في عرض يبقى 7 في 3 7 ضرب 3 21 والوحدة كيلو متر مربع يبقى سواء مساحة المستطيل او المربع بنضرب الطول في العرض او بنضرب ضلعين متجاورين في المربع بتكون الضلع متسوية لكن في المستطيل ضلع كبير وضلع صغير ماشي حنترك لهم يبقى كيلواجب يا شباب رقم 7 والتسعة و11 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته